نروح مع قدراتكم لخبر تاني والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء النهاردة نفى الإشعاعات اللي بتتردد عن إلغاء الحكومة للدعم على وحدات سكنية بمبادرة سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل والحقيقة أنه ده جيه بعد موافقة مجلس الوزراء على بيع عدد من الوحدات السكنية بالسعر الحر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نفى هذه الأخبار وأكد أن الحكومة مستمرة في مسألة تقديم الدعم للوحدات السكنية الخاصة بمبادرة سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي الدخل وضحوا كمان أن مسألة موافقة مجلس الوزراء بشأن اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بالسعر الحر دي حاجة تخص عدد معين لوحدات سكنية لسه سيتم طرحها ضمن إعلان مستقبلي في عدد من المدن في المحافظة